احنا عنا ثقافة الدولة يلا شوفنا اللين تيري تاع بلادنا يا جماعة احنا احنا حنشاور في مؤسسة الحزب وكي خلص هذا الشهر وراح نتافيق احنا الاسبوع القادم عنا اجتماع المكتب ومعنا دورات في الشرق الغرب عينا على الولايات نخلص معك نتلاقل الجنة المركزية وحنا هكذا قرار سيد وش لين تيري تاع بلادنا نغلبوا لين تيري تاع بلادنا ونرغي نشوفوا الرؤية والتوجه لصالح الوطن ننخارب في ذا المسعى قلنا الطموح هذا تعامن صاحب ولا قلنا لانه الحدث راولي من الرئاسيات الرئاسيات والإعلام يحبيد الرئاسيات ماهوش طموح شخصي الريهانات والتحديات اللي تعيشها الجزائر يقتاض نغلب مصلحة الوطن مصلحة الوطن والانخراط في ذا المسعى وراح نثبت لبلي صوت الشعب يتمتع بذلك الحس المدني وثقافة الدولة في اختيار في نظرنا ونظر جماعة التي ننتمي اليها بشكل مؤسساتي دستوري بشكل نظالي مؤسساتي حزبي يكون توافق ونغلب مصلحة الوطن قبل كل شي يكون قرار مبني على مبررات مش يقدس قولي مشي هكذا لا مش يقدس قولي يزم تكون تا لا مبررات موضعية ذاتية ومصلحة الوضن تقتضي منها يكون اختيار هذا طبعا هنبنوا في حزب لازم نخرج من ذيك اللي جاء المساندة بارتي بوليتيك مشيت مع فلان ولا تكون تا برنامج كالرعية كالأفكار ناقش رقي دونك من هذا المنطلقات نحن الوقفة اليوم في وهران بما نطولش عليكم كنوا على يقين أصالة وأمانة على كل إطارات الحزب رامي تمتع ومن تبسى لتلمسان ومن تزوزه على فكرة ونايب من تزوزه ورمزية جمناه بناعطوا البعد الوطني للجنوب نعطوا امتداننا الشعبي راح نكون نرسم في خريطة سياسية جديدة بحول الله بالتظافر بالتعبئة بالتجنيد ولكن في المحبة والأخوة والمودة لأن دينك يقول لك هكذا ما وش من حقك تهضر في عراض الناس ما وش من تختلف معاه في الأفكار في توجهات في الرعية ما تهضرش في حق الإنسان ما وش من حقك الرقل ممارسة وخلونا منسبني وسبك ترجمة نانسي قنقر